لنا وأميرة من الدار البيضاء تحصلان على أعلى معدل على الصعيد الوطني في شعبة العلوم الفيزيائية بتسعة عشر فصل اثنين وستين اليوم فرح وغدا تخطيط لما بعض البكالوريا زيناء تلمين بوشعب عماري وحياة فخري بالأحتان والهدايا تستقبل لنا من طرف أسرتها هو ليس حلم يقضة بل تحدي حققته الشاب بعد جد ومثابرة حازت لينا على أعلى معدل في امتحانات البكالوريا تسعة عشر فاصلة اثنين وستون صراحة ما كنتش منتظرة كانوا كي شجعوني وكيقولي أنه ممكن أنك يجيبي من اللي بخميار غنوط في المغرب ولكن أنا شخصيا ما كاش عندي ديكلا كنفيانس كامل لأنه يقدر نجيبها ديكلا نوط والحمد لله جبتها وكان فضل سيبور ديكلا ولنجاح طعم التقاسم الأسرة توفرت للإبنة النجيبة الدعم والتشجيع أنا دبا كان حساب رأسي أنا اللي نجحت فعلا فرحانة وفرحانة بحالة أنا اللي اختيت هذا المعدل هذا واختيت هذا المرسابة هذه فعلا يكون واحد ظروف ملائمة للتفل ولا التلميذ باش يقدر يخدام ويعطي أكثر وتكون واحد المتابرة خصوصا أنها كتكون من أول سنة أميرة تقول إنها لم تفاجأ بمعدلها العالي تسعة عشر فاصل اتنين وستون كالينا تقول الشابة ماذاك إلا حصاد لسنوات من المتابرة والعمل وليس وليد الصدفة صراحة كنت كنت أدره حقا كنت كنت أخدم كنت دير الجهد ديالي في طيل سنة الدراسية والحمد لله وريت هذا الشيء في النتيجة ديالي أنا صراحة المصار ديالي بقي ما واضحش مئة في المئة ولكن كنت نتجه شوي الميول ديالي للصيدالة الفرحة بالنجاح لها طعم جماعي نتيجة ما كانت بشي إلا بالتضافة الجهود ديال الأطار الترباوية وديال الآبة وديال المؤسسة كلها ديال الأطار الإدارية قاعدة اللي خدام في المؤسسة والحمد لله هذا مجهود جماعي هذا ممكنش تدير تلميه ناجحي لما كانش واحد المجموعة كلها خدام في واحد المناخ صحي لينا وأميرة تخططان الآن للدراسات العليا بين الصيدلة والطب واختيارات شتى أمام الشابتان آفاق واعدة لكن الآن الوقت لأطلة المستحقة ترجمة نانسي قنقر